بوم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم لا يعرف الكاذب درسنا اليوم هو عن القنوات السعرية أحضرت لكم استراتيجية مضاربة لحظية أو سكالبين لتداول القنوات السعرية بطريقة احترافية لماذا أحضرت هذا الفيديو أو لماذا قمت بهذا الفيديو؟ لأنني أنا أنظر إلى كل تعليقاتكم وهناك تعليقات وأكثر تعليقات تحدثوا عن القنوات السعرية وعن كيفية تداول القنوات السعرية ولكن ما سنرى في هذا الفيديو؟ أولاً كيف نكتشف قناة سعرية حقيقية ثم بعد ذلك ثانياً كيف نقوم بتداولها بطريقة احترافية باستعمال سكالبين أو المضاربة اللحظية هنا أصدقائي لاكتشاف القنوات السعرية يجب أن نفهم كيفية تحديد دعم المقاومة بالطريقة الصحيحة التي تتعلق به هل هناك مشترون؟ هل هناك بائعون؟ هل هناك منطق يوجد في الشارط؟ يقول لنا بأن نعم منطقياً هنا يوجد بائعون هنا يوجد مشترون فعلينا أن ندخل معه طيب أولاً كيف سأكتشف القناة السعرية؟ وأنا إذا بقيتم إلى آخر الفيديو طبقت هذا الأمر الذي سأحدثكم عنه طبقته في هذه الاستراتيجية طبقتها لايب مباشرة وأخذت صفقة وسأترككم معها في آخر الفيديو حتى ترواها وتروا تحليلها وبعد ذلك ستفهمون هذه الاستراتيجية طيب أولاً أريد أن أرى حركة قوية سواء شرائية أو بيعية سواء شرائية أو بيعية يعني أن هناك مشترون أو بيعون في هذه المنطقة مثل الآن هناك مشترون أقوية وفجأة سألاحظ حركة قوية إلى الأسفل يعني ارتد السعر من هذه المنطقة ثم بعد ذلك سعد السعر وكسرت تلك المنطقة ثم عاد مباشرة إلى هذه المنطقة ثم مرة أخرى جاء السعر إلى هذه المنطقة ثم عاد بسرعة وعاد إلى هذه المنطقة وارتد إلى هنا ثم عاد إلى هذه المنطقة طيب ماذا يقول لهذا الشكل؟ يقول لهذا الشكل أن هذه المنطقة هناك قم بتحديدها بخطناك هذه منطقة قوية لاحظوا هذه منطقة قوية وهذا يسمى fake out هذا يسمى fake out هذا اختراق كاذب كذلك هنا في هذه المنطقة هذه منطقة قوية وهذا يسمى اختراق كاذب هذا يسمى اختراق كاذب طيب ما الذي وقع منطقيا؟ هنا كان المشترون هم الأقوية ولكن في هذه المنطقة هناك حرب بين البائعين نزل السعر إلى هذه المنطقة والمشترين صعد اختراق بقوة ولكن أرجعه البائعون بقوة ثم اختراق وأرجعه المشترون بقوة ثم عادوا البائعون بقوة ثم هنا في هذه المنطقة هناك حرب يعني هناك بائعون وهناك مشترون أقوية طيب الآن هنا في هذه المنطقة أتوقع أن يكون هناك reaction نرد دفع للبائعين لينزلوا السعر مرة أخرى محاولة لذلك أقوموا ببيع من هذه المنطقة ولكن هدفي يكون فقط هذه المنطقة أدخل وأخرج بسرعة لذلك هذه استراتيجية مضاربة لحظية يمكن استعمالها في أي سوق أسهم فوركس عملة رقمية أنا استعملتها في سوق الفوركس طيب هنا أدخل في هذه المنطقة وأخرج من هذه المنطقة سكالبين على فريم 15 دقيقة 5 دقيقة وهذا ما فعلته على زوج الباون دولار على فريم 15 دقيقة لاحظوا هذا الزوج لاحظت حركة قوية بعد ذلك ارتد السعر ثم ما الذي وقع سعاد السعر وكسر هذه المنطقة ثم فجأة عاد بقوة ثم رجع وكسر نفس المنطقة وعاد بقوة تلاحظون إلى إن عاد عاد إلى هذه المنطقة ما الذي وقع كسر هذه المنطقة كذلك ثم عاد بقوة إلى هنا هنا عندما كان السعر في هذه المنطقة قلت آه أوكي نحن في منطقة قناة سعرية راج بالتالي لنقوم بوضع خط هنا هكذا ولنقوم بوضع خط هنا هنا وحدث الفيكاوت الاختراق أفول هنا حدث الاختراق الكاذب هنا حدث الاختراق الكاذب أوكي طيب إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة سأنزل عليه بقوة أصدقائي إلى هذه المنطقة أوكي هذه الأمور ستجدونها مباشرة مباشرة نحن اليوم يعني 1 أبريل 2021 ستجدونها مباشرة في الصفقة التي سجلت على أوكي طيب ما الذي توقعته يعني أنا عندما جئت إلى هذه المنطقة وجدت أن هذه الشبعة 15 دقيقة موجودة فدخلت أسفلها مباشرة كان الهدف هنا في هذه المنطقة خرجت من هذه المنطقة قبل قبل الهدف ببضعة وحصلت على ربح قوي أصدقائي انطلاق المستعمال إلى هذه الطريقة وهذه القناة 1 2 3 4 5 ولاحظوا هل تظنون أن هذا الخط هو الذي أرجع السعر هذا الخط الذي رسمته لا هناك مشترون أصدقائي في هذه المنطقة هناك مشترون في هذه المنطقة هناك مشترون مع هذه القوة أصدقائي تلاحظون فبالتالي أنا أطبق المنطق أطبق بعض الأمور التي أعرفها بعض الخضاء التي أعرفها من خدعات لاختراق الكاذب خدعات لاختراق الكاذب لاختراق الكاذب وأدخلوا في صفقات أصدقائي ثم بوم يحصل البوم وماذا هناك بضعة أشخاص الذين يقولون لي لا تضع تلك الكلمات بوم لا يحبونها وأحبوا هذه كلمة تعرفون لماذا لأن معلوماتي في القناة هي قنبولة لن تجدوها في أي مكان هذه المعلومات هي التي ستساعدكم على الربح في التداول وأتحداكم أتحداكم إن وجدتم مثل هذه المعلومات في أي مكان آخر لذلك أطلب منكم أصدقائي أن تقوموا بمشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وكذلك وضعوا في الجيل اللايكات ولا تنسوا أن تنضموا إلى قناة التليجرام المجانية وكذلك إن أردتم يمكنكم الانضمام إلى كورس تحليل موجي فهو قوي وقوي جدا طيب الآن سأترككم مع سفقة الباوند دولار على فريم الخمسة عشر دقيقة ولاحظوا هنا في هذه المنطقة شيئا غريبا أصدقائي ما هو هذا الشيء أنا سأدخل مباشرة في الموضوع وسأعطيكم أسرارا مباشرة أصدقائي أولا أريد الدخول في السفقة بقوة لأنني ألاحظوا أنني في رانج إذن سندخل في السفقة الآن سكالبل مداربة اللحظية بوم بيع قمنا ببيعي الباوند دولار إذن أولا لاحظوا معي لدي السعر في اتجاه ساعد على فريم خمسة عشر دقيقة أ mul eye ولكن لاحظوا عندما تم كسر هذه المنطقة ما الذي وقع سعد السعر بقوة وعادة في أسرع وقت سعد السعر بقوة وعادة في أسرع وقت هذي يقول لأن هذه منطقة fake منطقة منطقة fake out منطقة اختراقات كذبة اختراقات كذبة كذلك لاحظوا معي هنا في هذه المنطقة عندما جاء السعر إلى هذه المنطقة وعاد اخترق بطريقة كذبة ثم عاد واستقر هنا ثم صعد أوكي كذلك هنا نفس الشيء وقع بالتالي أنا بعت في هذه المنطقة وسأستعدي في هذه المنطقة سكالبين مضاربة لحظية على فريم 15 دقيقة هذه أفضل طريقة أصدقائي لتداول قنوات السعرية أو لتداول الرانج أو الاكتشاف في مناطق الدعوم المقاومات بالطريقة الصحيحة قمت بالبيع الآن لاحظوا هذه الصفقة احتمالية نجاحها 99% لماذا؟ لأنني عرفت أن هناك مناطق يجب أن أستعرفها مناطق حرب بين المشترين والبايعين هنا أعرف أن البايعين هم الأقوية في هذه المنطقة ولكن حتى المشترون كذلك أقوية ولكن عندما أرى أن هناك أو أرى أن هناك شيء غريب يحدث في السوق أدخلوا مع البايعين إذا وجدت فرصة بيع وهنا لاحظت كذلك هذه المنطقة كما قلت هي منطقة اختراقات كذبة بالتالي هذه منطقة قوية يتواجد بها البايعون ينتظرونك فقط لتأتي لها المنطقة ثم بوم يصفعون لك صفعة قوية لذلك هذه المناطق هي التي سأستهدف أدخل هنا أبيع سكالبين أخرج في هذه المنطقة لنرى أتي السوق كيف ما الذي سيحدث فيها أصدقائي هذه أسرار خطيرة جدا أتمنى أن تفتح عيونكم على طريقة تداول جديدة طيب لنرى ما الذي سيحدث أنا هدفي سيكون كما قلت هذه المنطقة إذن سننتظر أصدقائي ربما حتى لننزل إلى فريم خمس دقائق هكذا ولاحظوا يعني كنت متأخرا بعض الشيء في البايع كان يجيب أن أبيع في هذه المنطقة هنا كان يجيب البيع هنا في هذه المنطقة ولكن it's okay الآن سننتظر أريد أخذ بعض الأرباح وأخرج من الصفقة يعني كم لديه من ربح لأخذه تقريبا يعني عشرين نقطة أريد أن أخذها بسرعة وأخرج لا أريد أن أبقى في الصفقة كثيرا أخذ عشرين نقطة بسرعة وأخرج عندما يصل السعلي إلى هذه المنطقة أخرج من الصفقة يعني بطريقة سهلة حددت منطقة الفيك آوت حددت منطقة لاختراقات الكذبة وبعد ذلك دخلت إذا أردت يا صديقي أنت تعلم هذه الطريقات هذه الطرق القوية في التداول في فريم 15 دقيقة أو 5 دقائق والساعة تداول بستعمال المنطق كيفية اكتشاف مناطق التي قد تكون مناطق اختراقات كذبة لا عليك إلا الاتصال بعبر الواتساب ستجدون رقم أسفل الفيديو لحضور دورة التحليل الموجية التي تخول لك مثل هذه يعني الدخول في مثل هذه الصفقات إذا الآن سنراقب هذه الصفقة يعني أولا سأضع وقف خسارتي يعني أني يجب وضع وقف الخسارة في هذه المنطقة هنا هذا هو وقف الخسارة سيكون فوق هذه المنطقة مباشرة هنا وأسأضع هدفي سيكون في هذا الخط الأزرق مباشرة أضع الهدف في هذه المنطقة Take Profit في هذه المنطقة هنا هذا إذا لديه هدف ولديه Take Profit لأننا رأى Risk Reward هل هو جيد أم لا كما قلت أنا بيعتم متأخرا بعض الشيء لأنني كنت أحلل بعض الأمور الأخرى فلم أرأتي الصفقة إلا متأخرا ولكن It's okay يعني 1.23 Risk Reward Scalping هذا أو مداربة لحظية هذا خطير جدا يعني Risk Reward رائع إنه عادة يكون Risk Reward واحد 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 في Scalping أوكي طيب الآن سننتظر ونرى هل هذه الصفقة ستحقق الأرباح إذن كما تلاحظون أصدقائي صفقة الباوند دولار تحقق لحد الساعة تقريبا كم من نقطة Scalping يعني 14-15 نقطة كما تلاحظون صفقة قوية جدا قلت احتمال نجاح هو 99% سنتظر بعد الشيء لأرى هل سيتم ضرب الهدف أو نخرج مباشرة من هذه المنطقة سنتظر قليلا ثم نرى يعني نرى معا هل هذه الصفقة ستضرب الهدف أم لا وكما تلاحظون يعني تقترب من ضربي الهدف يعني صفقة قوية جدا ليس هناك سر في هذه الاستراتيجية تعلمنا كيف نقوم بتحديد القناة السعرية بطريقة صحيحة وتجنب الفيك اوت أو البريك اوت وكما تلاحظون يعني لحد الساعة نحقق يعني ربحا زيدا وننتظر لنرى هل سيتم ضرب الهدف بعد ننتظر لنرى ربما ربما س يعني قد نخرج قريبا بقيت قريبا دقيقة وثلاثين ثانية لإكمالاتي الشبعة الشبعة الخمس دقائق إذا لم تضرب الهدف سنخرج من الصفقة لا أريد أن أبقى في هذه الصفقة أكثر من هذا يعني الآن تحقق 15 بيبس وفي السكالبل 15 بيبس سيارة بالتالي كما قلت لأن بقيت دقيقة وأربع ثواني لإيتي الصفقة إذا كانت هناك ردة فعل سأخذ من الصفقة بربح 15 13 نقطة لأنني كما قلت لا أريد أن أبقى في الصفقة كثيرا هي صفقة سكالب ويجب أخذ القرار بسرعة يجب الدخول وأخذ القرار بسرعة لذلك سننتظر إذا لم يتم ضرب الهدف سأخرج فبقيت 30 ثانية ولنرى ما الذي سيحدث نرقبها مع المباشرة أصدقائي نرقبها مع المباشرة أصدقائي بقيت 26 ثانية على نهاية يأتي الصفقة وكما قلت هذه الطريقة يمكنك بها اكتشاف القنوات السرية ومعرفة ما الذي تقوم به وتحديد دعم مقاومة قويين وتستهدف دخول فيه في هذه الصفقة دخلنا متأخرين بعض الشيء كان يجب الدخول إلى هذه المنطقة لما نستطيع الدخول من تلك منطقة لذلك دخلنا أسفل بقليل ولكن لا مشكل إذا الآن سأخرج من الصفقة كما تلاحظون كانت صفقة جميلة رائعة كما قلت كانت نسبات نجاحها 99% وبالفعل خرجنا بربح جيد هنا الصفقة كما قلت دخلنا متأخرين كان يجب الدخول من هذه المنطقة ولكن دخلنا أتي الشمعة It's okay لأن ممكن أن إذا يضرب الهدف It's okay ليس هناك مشكلة ولكن كما قلت أنا يعني لا أتداول باستعمال عاطفة أتداول باستعمال ما أراه في الشرط إذا كانت هناك رياكشن في منطقة معينة يجب أن أخرج من الصفقة وهذا الذي حدث كانت هناك رياكشن في منطقة معينة وخرجنا من الصفقة وحتى لو ذهبت الآن وضربت الهدف كما قلت It's okay أنا يعني مقتنع بربحي مقتنع بما حققت ويعني كانت استراتيجية قوية كما رأيتم لا أحد يريكم مثل هذه استراتيجية نهائيا إذن كما تلاحظون أصدقائي كانت صفقة جميلة أتمنى أنكم استفدتم منها أتمنى أصدقائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم أن تقوموا بتفجير اللايكات وكذلك لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب السلام الله عليكم ورحمته وبركاته